مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا اليوم؟ قصتنا بعنوان صدقة الليل والنهار كان هناك فتى صغيرا كان فقيرا لا يملك سوى بيت صغير به حديقة محاطة بسور من الحجارة هذا الفتى كان اسمه محروس ورث بيته الصغير عن آبائه وأجداده وعلى الرغم من فقره إلا أنه كان دائما يساعد المحتاجين على قدر استطاعته وفي ليلة من ليالي الشتاء البارد تجمعت السحب في السماء وتهيأت لسقوط الأمطار الغزيرة طرق رجل عجوز باب محروس كان هذا الرجل مسكينا ملابسه ممزقة وكان يرتجف من شدة البرد عندما فتح محروس الباب قال له العجوز اعطني يا ولدي ما لا تحتاجه من الملابس فأنا أكاد أن أموت من شدة البرد خلع محروس رداءه الذي كان يرتديه ووضعه على كتف العجوز فدعا له العجوز بالغنى والستر خرج المحروس مع العجوز حتى يوصله حيث يريد وأثناء عودته فوجئ بفتاة ترتدي ثيابا ضيضاء تشبه وجهها المنير تقف بجوار سور البيت وتدق بيدها بشدة على جدار البيت تعجب محروس من أمرها ولما اقترب منها سارعت بالاختفاء وفي اليوم التالي كان محروس يستعد للذهب فسمع أحد يطرق الباب فعندما فتحه وجد طفلا صغيرا يقول له أعطني مما أعطاك الله فأنا طفل يتيم وأمي مريض ولا أمتلك مالا لأكل ولأحضر لها الدواء رق قلب محروس حزن جدا لحال الطفل فأخرج له كل ما في جيبه من مال وأعطاه إياه وبعد مغادرة الطفل وبينما كان محروس ذاهبا لعمله وجد أحد جدران السور ساقطا على الأرض فانزعج كثيرا وجارا لينظر ماذا حدث وفجأة رأى صندوقا تحت ركام عندما فتحه وجده مليئا بالذهب والفطة فرح محروس فرحا شديدا وقال هذا الكنز الذي تركه لآبائي وأجدادي وفي هذه اللحظة ظهرت الفتاة التي رآها من قبل بجوار السور وفي هذه المرة لم تختفي كما حدث في المرة السابقة فقال لها محروس من أنت من أنت وماذا تفعلين هنا قالت له أنا صدقة الليل والنهار التي فعلتها يا محروس في الليلة الشديدة البرودة وفي اليوم الذي جاءك فيه اليتيم قال لها محروس هل أنت التي هدمت الجدار قالت له نعم أنا التي أهدم كل عقبة تحول بين المتصدق وبين رزقه الكثير وجزائه الوفير هنا شكر محروس ربه وأخذ يردد قوله تعالى وما أنثقت من نثقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين رأيتم يا أحبائي ما أجمل مساعدة المحتاج وكم أن الله سبحانه وتعالى كريم يعوضنا عن كل شيء قدمناه للمحتاجين فساعدوا المحتاجين دائما يا أصدقائي انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة